الآن نذهب إلى مفادين على الحدود الأوكرانية معنا من معبر إيسيشيا الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا مفادنا سميح عامري ومن محطة قطار زهوني بالقرب من الحدود الهنغرية الأوكرانية مفادنا كريم ناصر ومن الحدود البولندية الأوكرانية مفادنا عبد الرحيم الفارسي وكذلك من الحدود البولندية الأوكرانية مفادنا سلمان أبو دقة أبدأ معك عبد الرحيم بالقرب من محطة القطار التي لعلك تلفظها أفضل مني في هذا الخبر يوجد تكدس للاجئين كيف تتعامل معه السلطات البولندية نعم يوسف ربما تكدس أمامنا الآن هذه مجموعة من العائلات الوصلة للتو إلى هذه المحطة بعدما قدمت من الأراضي الأوكرانية هم مجموعة من الأطفال الصغار وأمهاتهم وحتى بعد الجدات يتجمعون هنا بعدما وصلوا ويبدو أنه قد قدمت لهم كثير من الأطعمة والمشروبات كذلك لعلى الأقل تخفيف تعب السفر السفر لم يكن سهلا كثير من من تحدثت معهم يقولون أنهم على الأقل قدوا 48 ساعة خلال رحلتهم من كيف ومن مناطق قريبة من كيف ليصلوا إلى الفيف ومن الفيف أيضا يبدأوا رحلة التعب والازدحام الشديد من هناك إلى أن يصلوا إلى الحدود البولندية هؤلاء هم فقط بعض من بضعة آلاف وصلوا اليوم وهم بالتأكيد يشكلون جزءا من الثلاثة ملايين ونصف مليون الذين قطعوا حدود بلدهم متجهين إلى بلدان الجوار خلال الأسبوع القليلة الماضية الوضع هنا الآن على الأقل السلطات متحكمة في كل شيء ويبدو أن رحلة هؤلاء تبدأ من بوابة محطة القطار وبالتالي حينما نتجول في هذه البلدة التي أوجد فيها لا أثر للمهاجرين ولا اللاجئين وإنما من بوابة القطار ينتقلون إلى مناطق أخرى بعضهم يذهب إلى وارسو وأخرون ربما يسافرون برا إلى ألمانيا ودول أخرى مجاورة طيب سنذهب إلى معبر إسيش الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا مع سميح عامري سميح لعل الأعداد أقل في على الحدود الرومانية لكن كيف يتم التعامل مع هذه الأعداد التي نرى بعضا منها خلفك نعم يوسف هنا في المعبر في الحقيقة سمعت الكثير من القصص المؤلمة هناك من يصل إلى هنا يقوم بعملية تدقيق في هوياته ثم يمر إلى خيمة فيها أجهزة تدفع هنا درجات الحرارة منخفضة جدا في هذا المعبر الحدودي بالقرب من نهر الدنوب هذا النهر الذي يشق أوروبا بأكملها درجات الحرارة منخفضة جدا ورياحاتها يظلون هناك في تلك الخيمات لمدة ساعتين ثم يذهبون يستقلون الحفيلات وبالحفيلات لأن هذه المنطقة في الواقع منطقة نائية منطقة حدودية جبلية لا يوجد بها قطارات أو سكاك حديدية يقومون بركوب الحفيلات ويذهبون باتجاه العاصمة بوخارست مدة الرحلة تتجاوز أربعة إلى خمس ساعات ومن هناك تقرر السلطات فرزهم إما يظلون في العاصمة بوخارست أو يقومون بمنحهم تذاكر مجانية تذاكر لركوب القطارات مجانية وبعدها يذهبون ربما إلى الدول الأوروبية المجاورة أو يظلون في العاصمة بوخارست رومانيا هي دولة عبور في الواقع بلد ترانزيت الأقلية فقط هم من يظلون هنا لأن الدولة في الواقع لا تمنح الامتيازات المادية التي تمنحها الدول الأوروبية الأخرى نحن نتحدث عن رومانيا دولة اقتصادها هاش دولة تعتمد بالأساس على المساعدات القادمة من بروكسل المساعدات المالية إلى جانب القصص المؤلمة يوسف هناك قصص ملهمة في الواقع قصص هؤلاء المتطوعون الذين يرابطون هنا صباحا مساء ينتظرون قدوم العبارة القادمة لمد يد العون وتقديم الحاجات الأساسية للاجئين القادمين هذه المنظمة الخيرية تابعة لأحدى الكنائس هنا هناك البعض من يقطع مسافة 200 كم يوميا فقط لقدم يد المساعدة هذه تقريبا الاستعدادات الأولية التي موجودة هنا يوسف من عين المكان نعم نعم سميح ومن القصص الملهمة والمؤلمة إلى قصص أخرى ربما حدثنا عنها سلمان أبو الدكا أيضا على الحدود البولندية الأوكرانية سلمان نسمع عن كثير من قصص الإنسانية التي لعلك ربما نسمعت عنها خصوصا عن موضوع كثير من الزواجات يحدث في قصة حتى الرحيل واللجوء ومن ثم يحدث الافتراق حيث يذهب الرجال لأداء الواجب قصص إنسانية كثيرة نسمع عنها ولكن أعتقد أن الوضع على الحدود البولندية هنا مليء بهذه القصص الإنسانية إذا كان يمكنك أن تحدثنا عن هذه المشاعر الاجتماعية والإنسانية التي شاهدتها نعم بالطبع يوسف كما ذكرت هناك قصص كثيرة تحدث خلال هذه الأزمة أزمة اللجوء الكبيرة التي تشهدها الأراضي البولندية خاصة وأن بولندا حتى اللحظة منذ أكثر من ثلاثة تسابيع استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نحن الآن يوسف نقف على قرب معبر أمام معبر كريشينكو الحدودي وهو أحد المعابر البرية التي تربط الأراضي البولندية بأوكرانيا اليوم كما ذكرت شاهدنا أيضا عشرات العائلات التي عبرت هذا المعبر ولكنها ليست بحدة كبيرة كما كانت خلال الأيام الماضية ما شاهدناه اليوم قصص كثيرة هناك قصة رأينا عائلة متكونة من ثلاثة بنات وأيضا إمرأة وأيضا جدة وجاء الرجل إلى هذه المنطقة الحدودية وأوصل زوجته وبناته وجدتهم إلى هذه المنطقة وقام بتوديعهم وبعد ذلك دخل مجددا إلى الأراضي الأوكرانية هذه قصة كما رأينا المشاعر ولكن لم يتحدثوا هناك الكثير من من وصلوا إلى هذه النقاط الحدودية يوسف لا يريدون أن يتحدثون حاولنا التحدث مع العديد منهم ولكنهم يرفضون الحديث إلى وسائل الإعلام على ما يبدو هم مصدومون خاصة وعليهم الإرهاق الكبير خاصة وأن هناك عائلة أيضا وصلت اليوم إلى هذه النقطة الحدودية التي نقف أمامها وهي عائلة من كييف وصلت إلى هذه النقطة بعد أن استغرقت رحلتها من كييف إلى الأراضي البولندية نحو أسبوعين 14 يوما حتى يصلوا إلى هذه النقطة الحدودية وهناك قصص كثيرة كان قد نشاهدناها خلال الأيام الماضية ولكن الوضع الإنساني مستمر خلال هذه الأزمة الكبيرة نحن نرى الآن السلطات هنا أيضا تكثف مجهوداتها لاستقبال عدد أكبر وتدفق أكبر للاجئين نحو الأراضي البولندية وأيضا من قبل المتطوعين وأيضا السلطات البولندية تتوقع مزيد خلال الأيام المقلة مقبلة من التدفق الملاجئة صحيح سلمان الفراغ صعب في العائلات سواء كانت حديثة العهد أو القديمة على كل نساء ذهب إلى كريم ناصر على محطة قطار زهوني بالقرم الحدود الهنغارية الأوكرانية كريم كيف هو الوضع؟ نعرف أنه في موضوع الأقلية الغجر في أوكرانيا يعانون كثير من الاضطهاد هل في زيادة في أعداد اللاجئين من هذه الأقليات باتجاه الحدود الهنغارية تحديدا؟ نعم يوسف بالفعل لاحظنا الكثير من هذه الأقلية هنا وعندما يأتون مع اللاجئين الأوكرانيين هذه تكون الصورة في الخيمة أمام محطة قطار زهوني القطار جاء منذ قليل وامتلأت ولتزال تمتلئ هذه الخيمة مليئة باللاجئين القادمين من أوكرانيا فعبر وصولهم تستقبلهم منظمات المجتمع المدني هناك أيضا الأطعمة والمشروبات كما ترى أيضا هناك بعض الأجهزة للتدفئة أماكن كثيرة للجلوس لأخذ قصة من الراحة أيضا هناك مطبخ يعمل بصفة دورية والكثير من المتطوعين يحاولون مساعدة هؤلاء حتى أن بعض المتطوعين جاءوا بمأكولات للحيوانات الأليفة لأن الكثير منهم يشعرون بالبرد أيضا فهذه هي الصورة في الخيمة أمام محطة قطار زهوني أيضا هناك منطقة لألعاب الأطفال يقومون بالرسم هناك الكثير من الرسومات بالعلم الأوكراني وما إلى ذلك طبعا الأعداد مستمرة في التزايد في المرحلة الحالية هؤلاء سيمكثون هنا لبعض الوقت منتظرين القطار الذي سيذهب إلى بودابست الأعداد يوسف كما تراها لكن إن كنت سألت زملائي عن القصص صراحة هناك قصة هي التي رأيناها غريبة جدا في خلال الأيام الماضية التقينا سيدة جاءت من أوكرانيا جاءت وتحمل جواز من الاتحاد السوفيتي لم تترك أوكرانيا منذ هذا الزمن هذا يوضح حجم النزوح وحجم الأزمة المتواجدة هنا نعم شكرا جزيلا لجميع مراسلين كان معنا محطة قطار زهوني بالقرب من الحدود الهنجرية الأوكرانية مفدنا كريم ناصر أيضا الشكر لمفد عبد الرحيم الفارسي من الحدود البولندية الأوكرانية ومفدنا على الحدود البولندية الأوكرانية من الطرف الآخر مفدنا سلمان أبو دقة وأخيرا أيضا من الحدود الرومانية الأوكرانية مفدنا سميح عامري مفدنا سلمانية